هاي كل شي صار مرتب مرام رح تنهب بالمفاجأة والكل متحمس أكيد ما في مشكلة بس هلا بحكي لهم مائة وثلاثون حالة ماما احزني شو شو بنتك العقل المدبر مش معقول أنا خططت لعيد مرام التلات الجاي ورتبت لكل إشي عيد ميلاد؟ أكم واحد رح تكونوا يعني حوالي 25 فيه لسه بنت ما أكدت يعني يمكن 24 24؟ أكيد ما بيزبط هذا العدد كيف يعني ما رح يزبط أنا خلص عزمت الكل وما أحد عنده مشكلة سالي العدد كتير كبير وبهالوقت لازم الكل يتباعد عشان ما تزيد الكورونا كورونا كورونا خلص سحقتونا بالكورونا إحنا وعدنا مرام من السن الماضي نعملها إشي سباشل وأنا ما رح قادر أخلف وعدي أمك مأحى حق الوضع مقلق أنا طالع عند رنة ما تنسي الكمامة حاضر شو اللي عم بصير؟ ليش لولاد صاير خلقهم ديق هيك؟ بابا خلصت حسمة الانترنت بدي انترنت بسرعة بابا يعني فوق ما إحنا دافعين أقصاط للمدرسة وكمبيوترات جديدة لكل واحد وكمان انترنت زيادة للأونلاين حزم 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 دفع دفع مش ملحق عليكم افهموا الوضع مش متحمل الوضع الوضع سيء وما فيش شغل وما فيش مصاري بس أنا علي التسليم ما أجب اليوم وعندي امتحانات شو أعمل يعني؟ ما عليش حبيبي خد من موبايل نت لحد من البابا يدفع هه شو فيه؟ أبو مرام؟ طيب طيب أنا طالع أشوف سالي كمامتك معك؟ او او معي معي 3000 حالة؟ معقول سلد سجل عندك وين؟ عنا؟ عنا هون؟ لا يا باب إيطاليا المكسيك 5300 حالة سويسترا سويسترا 700 حالة اليوم بابا معلش تساعدني؟ عندي امتحان الرياضيات بكرة وهذا اللي بنعمله مش رياضيات؟ الإحصائيات والأرقام مش رياضيات؟ أف 800 حالة اليوم؟ بدي نام نام بابا معلش توقتي التلفزيون؟ سامر جعان وأنا عندي كتير دراسة بصير أنت تعمل الأكل؟ أنا مجهول هلأ أمك بتيجي بالطعمين أنا طالع عندي أزن بلك يساعدني بالرياضيات؟ بقول لك سالي ما حدا قادر يحكي معها بتعصب بسرعة وبتضل بغرفتها كل الوقت إميازاً لا يكون في مشكلة بينها وبين رنا وإحنا مش عارفين ليش ما نطلع مشوار معهم اليوم نفهم شو القصة؟ تعرف إنها فكرة حلوة؟ بخبر سالي هلأ طيب طيب خلص نرجع بنحكي بعدين ييه أمسنات؟ وكمان تحكي تليفون وأنتي حطة الكمامة أي شي ليها خلينا نشوف هالوجه الحلو اشتقنا لك وأنا مش تاقة كتير بس شو بدنا نعمل؟ الكمامة لازم نضل بسينها عم بتزوديها ولا لأ؟ من شو خايفي أنا مش فاهمة؟ معقول أنت منصاف هاي الكمامة مش بس بتحميني أنا بتحميكي إنتي كمان أي إنتي مصدقة هلحكي هدول بيهولوا أنا لهلأ ما حطت الكمامة على وجه أي ما بتحملها على كل حال يلا عندي حفلة مهم اليوم رايح أشتري فستاني جديد حفلة؟ وفي واحد عائل بعمل حفلات بهالأيام؟ يعني بنضرب الرقم باتنين لا لا قصدي قسمة اتنين استنى أفكر شو بيعرفني؟ صدق ما أنا متذكر لا لا قصدي خلص خلص أنتوا جربوا لحالكم وبشوف فهمتوها؟ تمام الوضع؟ يلا يعطيكم العافية فهمت إشي؟ سلامة سلمك ولا إشي خلينا نشوف قديش صارت للحالات اليوم ما تغلب حالك عمو عدد الحالات اليوم 800 650 داخل العاصمة و 150 خارج العاصمة أوف شو هذا أنت على الطلاع يا سند؟ أكيد عمو بابا دايما بسمع أخبار وبسجل أرقام إذا بتحب كمان بحكي لك الأعداد بزنبابو وكولومبيا وكستريكا يا أولاد تعالوا تغدوا في مع كورونا كورونا؟ مين مع كورونا؟ مع كورونا؟ ما لك يا زلمي ما بتفكر غير بالكورونا؟ زمان ما مشينا المشي حلو كتير وبنشت صح يا صبايا؟ تعرفوا شو؟ زمان ما شفت أمي حابة أعزمها بكرة تقضي اليوم عنها بتتسلم على الأولاد تعرفي إنها فكرة حلوة وأنا رح أعزم حماتي وحماي كمان؟ لا ماما ما بزبط أنا عندي امتحانة بتشتت وبطل أعرف أدرس وأنا وأنا كمان ليش ما تروحي أنتي تزوري تيتا وجده ليش لازم أهم يجوا عنا وقفوا وقفوا شوي هاي مساجة من أم إنصاف خير الحقيقة يا أم سند عملت فحص الكورونا وطلع إيجابي شو؟ الله يسامحك يا أم إنصاف قلنا لك حطي هالكمامة وبلها الحفلات والبوس والعبط ما بترد هاي أكيد حفلة بنت خالتها أم إنصاف كمان؟ ليش؟ مين مصاب كمان؟ بصراحة ماما أبو مرام طلع كمان مصاب وإحنا كنا عند هالأسبوع الماضي وممكن نكون عدينا ماما إحنا خايفين عليكم كتير وعاتيته وجده بس لما كنا عند مرام كنا لابسين الكمامات كل الوقت وعدنا بالحديقة كمان آه عشان هيك ما بتكم نعزم جدودكم بصراحة ماما أنا هلف مت ليش داما بتخليني أخذ الكمامة معي وليش ما كنتي موافقة نعمل حفلة كبيرة لمرام؟ وإنتوا برافو عليكم إنكم التزمتوا بلبسي الكمامة وعدتوا برا إنتوا عملتوا اللي عليكم حبيبتي وسلامتوا أبو مرام لازم نحكي معهم نتطمن عليهم وبالنسبة لمرام شو رأيكم نفكر مع بعض نعمل إشي مميز بعيدها بما إنكم ما بتقدروا تشوفوها زي شو؟ أربعة أربعة حالات بس؟ وين؟ بابا جبت أربعة من عشر بالرياضيات ليش ماما؟ لأنه البابا كان مشغول وأبو يازن شرح لنا وبصراحة ما فهمنا ولا إشي سند حبيبي كنت عم بحكي مع أبو يازن اليوم وحكالي إنه انتبه إنك كثير بتحكي عن الكورونا شكل الموضوع مسبب لك غلق آه ماما أظن إنه أنا السبب بقضي كل وقتي على الأخبار بس من اليوم وطالع اتفقنا أنا وأمكم إنه رح نخفف أخبار وتوتر لأنه هذا عم بيأثر علينا كلنا وعلى نوعية الوقت اللي بنقضيه معكم بس أكيد رح نظل متبعين إجراءات السلامة طيب عندي امتحان علوم بكرة تساعدني؟ بكرة؟ يا ما صدقت وأنا عندي بكرة شو رأيكم اليوم بس تخلصوا دروسكم بما إنه ما رح نحضر أخبار نحضر فيلم كوميدي يس من زمان ما حضرنا فيلم مع بعض آخر المستجداد وهاي طفينا هالسنة الكورونا أعادتنا بالبيت لا جمعات ولا أعياد بالصبح ولا بالليل بس اللي ما بيتغير أبداً إنه منحبك كتير رح يجي اليوم نرجع نحتفل سوا نلعب ونمزع ونضحق سوا بس لصحتي وصحتك رح نغني لك من هون سنة حلوة عملنا اشتباع عائلي وحبين نخبركم شو اتفقنا لازم في زمن الكورونا نفكر بصحتنا وصحة أولادنا النفسية مش بس الجسدية ومهم انه ننتبه شو بنحكي قدامهم وشو تأثير حكينا عليهم نحاول نتفهم مشاعرهم نعلمهم كيف يتعاملوا مع الضغط النفسي اللي عم يتعرضو لهم ونلاقي مع بعض شوية حلول عملية ومسلية ونشجعهم بكلام إيجابي ونظل نذكرهم ونذكر حالنا إنه هذا الوضع مؤقت وما راح يظل على طول وإذا عندكم صاحب مرعيده بهاي السنة وما قدرتوا تحتفلوا معه شاركوا معاه أغنية سنة حلوة يا جميل بطريقتنا الخاصة بزمن الكورونا اكمسوا هون الفيديو